بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وليه الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فما زلنا مع هذه السلسلة المتعلقة بالشمائل المحمدية وما زلنا في بداياتها وفي هذا اليوم سأتحدث بحول الله تعالى عن بعض صفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخلقية فالله جل وعلا أعطى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حسن الخلق وحسن الخلق فهو من أجمل الناس صلوات ربي وسلامه عليه ولذلك جاءت أحاديث كثيرة عن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم تصف النبي عليه الصلاة والسلام بجميع تفاصيل أعضائه وجسمه ولونه صلوات ربي وسلامه عليه من ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عشر سنين يقول أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكشف النبي صلى الله عليه وآله وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك قال فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكس أبو بكر على عقيبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أتم صلاتكم وأرخى السترة فتوفي من يومه صلى الله عليه وآله وسلم وأيضا جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول نظرت إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتى يجيش كل ميزاب وذكر قول الشاعر وأبيض يستسق الغمام بوجهه ثمال اليتام عصمة للأرامن وقد قال هذا الشعر أبو طالب حينما امتدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويصف جابر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة في ليلة إضحيان فجعلت أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإلى القمر وعليه حلة حمراء فإذا هو عندي أحسن من القمر صلى الله عليه وسلم وقوله في ليلة إضحيان أي مضيئة منورة وأيضا يقول يزيد الفارسي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم زمن بن عباس قال وكان يزيد يكتب المصاحف فقلت لبن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في النوم قال ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني في النوم فقد رآني فهل تستطيع طبعا ابن عباس يقول ليزيد هل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت قال قلت نعم رأيت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض حسن المضحك أكحل العينين جميلة دوائر الوجه قد ملأت رحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره قال عوف لا أدري ما كان مع هذا من النعت قال فقال ابن عباس رضي الله عنه لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا والمعنى أن ابن عباس بين بأن هذا بأن يزيد بأن هذه الرؤية التي رآها يزيد هي نعم تشير إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقول البراء بن عازب كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين له شعر يبلغ شحمة أذنيه رأيته في حلة حمراء لم أرى شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وآله وسلم وأنس بن مالك الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام عشر سنين سئل عن صفة النبي عليه الصلاة والسلام فوصفه فقال كان ربعة من القوم ليس بالطويل ولا بالقصير أزهر اللون ليس بأبيض أمهق ولا آدم ليس بجعد قطط ولا صبط ولا صبط رجل أنزل عليه وهو ابن أربعين فلبث بمكة عشر سنين ينزل عليه وبالمدينة عشر سنين وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء أو شعرة بيضاء قال ربيعة فرأيت شعرا من شعره فإذا هو أحمر فسألت فقيل أحمر من الطيب والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام وصفه أنس بن مالك هذا الوصف العجيب الرائع الذي يشير إلى جماله وإلى اعتداله في جسمه وبدنه صلى الله عليه وآله وسلم كذلك وصفه علي ابن عمه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس بالطويل ولا بالقصير ضخم الرأس واللحية شثن الكفين والقدمين مشرب وجهه حمرة طويلة المسربة ضخم الكراديس إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله عليه وآله وسلم وهكذا تتابع الصحابة رضي الله عنهم على وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الخلق فالله جل وعلا جعله في أحسن تقويم وزاده حسنا وجمالا وبهاء صلوات ربي وسلامه عليه وللحديث بقي بحول الله تعالى وقوته أرجعه إلى اللقاء القادم أسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم بحبيبنا صلى الله عليه وسلم كما أسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المقتدين به المتبعين لسنته وهديه إنه خير مسؤول والله تعالى أعلم وأعلى وأجل صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد